بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الإحصاء لبكالوريا 2009 شعبة تسير واقتصاد حيث قال يمثل الجدول التالي عدد الزوار بالألاف لأحد الحمامات المعدنية بين سنتي 2000 و2007 عندنا هنا في هذا الجدول عندنا السنة وعندنا رتبة السنة اللي هي XA وعندنا عدد الزوار لهو YA مقدر بالألاف عندنا في سنة 2000 الرتبة الأولى 4.5 يعني ألف إذن ما نسميه هنا عندنا معناه 4500 زائر عندنا في 2001 الرتبة الثانية 4.9 ألف عندنا كذلك في 2002 الرتبة الثالثة 5.5000 عندنا 2003 رتبة الرابعة 5.2000 يعني دائما نضيف هنا كلمة ألف لاحظوا جيدا في 2004 رتبة الخامسة 5.7 ألف وعندنا 2005 رتبة السادسة 6.000 وعندنا كذلك 2006 عندنا الرتبة السابعة 6.8 ألف وفي 2007 عندنا الرتبة الثامنة 7.4 ألف قال مثل سحابة النقط المرفقة بالسلسلة الإحصائية يعني آمئي ذات الإحداثية XEYE وهي هاية XEYE في معلم متعامد قال أولا على محور فواصل شرط علينا 2 سنتيمتر تمثل سنة واحدة معناه هذه تمثل 2 سنتيمتر هذه تصبح لنا 4 تصبح لنا 6 معناه هذه كم تصبح لنا تصبح لنا تمثل 16 سنتيمتر حتى تفهموا جيدا قال على محور تراتيب 1 سنتيمتر لألف زائر معناه هذه تعطي لكم 4.5 سنتيمتر هذه 4.9 سنتيمتر إلى غاية أكبرهم وهي 7.4 سنتيمتر إذن على محور فواصل كل وحدة تمثل 2 سنتيمتر ويعني أعلمها على المعلم قال بيّن أن المعادلة المختصرة لمستقيم الانحدار بين مربعات الدنيا لهذه السلسلة تكتب على الشكل y سينا 0.38x زائد 4 وهذا بعد التدوير قال باستعمال التعديل الخطي السابق عين عدد زوار هذا الحمام في سنته 2010 إذن لننطلق على بركة الله في الحل المفصل إذن ناتي للإجابة على سؤال أول السؤال الأول قال مثل سحابة النقط المرفقة بالسلسلة آم ذات إحداثية x y في معلم متعامد أولا عندنا المعلم ليس متجنس قال على محور الفواصل يعني من هنا إلى هنا عندنا كل 2 سنتيمتر يمثل لنا كل لاحظوا كل 2 سنتيمتر تمثل لنا سنة هذه سنة هذه رطبة السنة وعندنا على كل محور تراتيب هذا محور تراتيب كذلك كل 1 سنتيمتر في الأخرى كل 2 سنتيمتر يمثل وحدة وعلى محور تراتيب كل 1 سنتيمتر يمثل لنا كذلك يمثل لنا ألف زائر إذن هنا على محور تراتيب عندنا عدل زور بالآلاف نأتي الآن إلى النقطة الأولى وهي 1 مع 4 ونصف ها هي 1 مع 4 ونصف ستكون لنا في هذا الموضع هناك ما أشير لاحظ جيد هذه ثم عندنا كذلك 2 مع 4 فاصل 9 بالتقريب يعني كلها أمور تقريبية إذن عندنا هنا عندنا كذلك 3 مع ماذا مع 5 ونصف 3 مع 5 ونصف هنا نضع هكذا ثم عندنا 4 مع 2.5 ها هي 2.5 بالتقريب هنا إذن نضع كذلك هكذا عملية في ثم عندنا الخمسة تطابقها ماذا ها هي 5 تصبح لنا 5 مع 5.7 إذن ها هي 5.7 بالتقريب إذن نضع هنا كذلك هكذا لاحظوا جيدا ثم نأتي الآن إلى ال6 تقابلها 6 مباشرة يعني تكون قيمة هذه سهلة ليقيمة مضبوطة عندنا كذلك السبعة عندنا تقابلها 6.8 6.8 يعني هنا بالتقريب إذن نضع هكذا وعندنا كذلك وأخيرا 8 تقابلها 7.4 إذن سوف تكون في هذا الموضع إذن هنا كما أشير هذه هي تمثيل السحابة ثمية سحابة لاحظوا معناها نقطة هذه كلها يعني ليست على استقامية وتمثل كسحابة يعني لو نلاحظها هكذا انظروا جيدا هكذا تمثل كسحابة تمثل كسحابة إذن بعدما أنهينا مع هذا هذا الجزء سوف نتطرق الآن إلى الجزء الآخر نأتي بعدها أبنائي إلى السؤال الآخر قال عين إحداثيتي النقطة المتوسطة جي لهذه السلسلة إذن نكتب هنا تعين إحداثيتي النقطة ماذا الذي اسمها جي نحن نعلم أن جي إحداثيها كالتالي وهي X bar و Y bar وتحسب من مثل ما يحسب الوسط الحسابي فيصبح أن X bar يساوي المقام توضع فيه أعداد والبسط توضع فيه أعداد البسط توضع فيه الأعداد وهي X هذه ركزوا جيدا هنا وانتبهوا معي توضع فيه هذه مجموعة مع مجموع زائد الأول هكذا كل الأعداد بينهما زائد على مجموع على عدد الأعمدة هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 إذن معناه على ثمن عناصر هذه على ثمن لما نقوم بحساب هذه سوف نجد ماذا نجد 4 و نصف مباشرة ثم نفس الشيء Y bar يصبح يساوي المقام هو عدد العناصر هذه كم أو عدد العناصر هي ثمن أما في البسط فكذلك مجموعة Y هذه Y مجموع هذه ونفصل بينها بالزائد هكذا لاحظوا جيدا معناه مجموع هم على ماذا على عددهم عددهم هو ثمن لما نحسب هذه بالآلة الحسبة سوف نجد 5 75 معناها تصبح لنا إحداثيات النقطة G هذه هي لو نكتبها هنا بخط مغير هي 4 و نصف مع ماذا عفوا إذن قلت 4 و نصف مع القيمة الأخرى وهي كم وهي 5 فاصل 5 و 70 هذه هي إحداثية النقطة المتوسطة فقط بعدها أبناء نأتي إلى جزء الآخر ثم علمها يعني علمها على هذا المعلم إذن هنا في التعليم عولا عندنا الـ X كم 4 و نصف إذن 4 و نصف ها هي 4 و نضع حط هكذا والإقلاق 5 فاصل 75 يعني بالتقريب يكون في هذه إذن التقاء الخطين هذه العمود مع الأفق هو الذي يعطي لنا النقطة G إذن لاحظوا تصبح لنا النقطة G في هذا الموضع ونكتب G أما بقية هذه الخطوط فسوف نقوم بمحيها لأن لا نحتاجها قمت يعني بتعيينها إلا للتسهيل الأمر فقط هكذا إذن هذه هي النقطة المتوسطة فقط أرنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى سؤال مهم قال بين أن المعادلة المختصرة لمستقيم الإنحدار بالمربعات الدنيا لهذه السلسلة تكتب على الشكل إيج لاجي سي 0.38 x زائد 4 وهذا بعد التدوير إلى 10 قوى ناقص إثنان إذن نكتب هنا العنوان البرهان أو التبيان إذن البرهان أن أنا مستقيم الإنحدار أن y تساوي 0.38 x زائد 4 أولا نحن نعلم أن مستقيم الإنحدار هذا معادلته العامة هي y يساوي ax زائد b هذا يسمى معامل التوجيه وهذا التقطع مع محور الترتيب حتى نفهم جيدا أول أهم شيء هو إيجاد ال-a a عندنا قانونه العام a يساوي لكن ال-a هذا عليكم أن تنتبهوا له لأن قانونه فيه نوع من الطول يصبح لنا هو 1 على an في المجموع هذا من ماذا من e يساوي 1 إلى غاية e من ل x e في y e هكذا هذا لوحده ناقص x bar x و y لكل بار ها هي x bar وها هي y بار التي حسبت من قبل على كذلك على نفس الشيء على مجموع لاحظوا على رمز هذا المجموع ركزوا هذا القانون لكن هنا تختلف في المعقام تصبح لأن هكذا x e ناقص x ناقص قلت x bar الكل مربع هذا هو قانون الذي عليكم أن تحفظوه وتجيدون استعماله فتصبح لنا تساوي الآن هنا تبقى قضية قضية التعويض مع الأدات فيها نوع ما فيها نوع من الدقة فيما يخص الهساب أولا أولا آن هنا كم آن هو عدد هذا عن 1 2 3 4 5 6 7 8 إذن آن هذا سوف نحوله إلى كلمة هنا 8 وهنا 8 وهنا 8 وهنا 8 لاحظتم هذا الأمر الأول يقول يقول أحدكم لم أفهم هذه العناصر قم 1 2 3 4 5 6 7 8 هذه العناصر نضع قيمتها في هذه الأماكن عندنا تصبح لنا هكذا تصبح 1 على 8 في نفتح قوس ركزوا جيدا وإذن قبل أن نفتح قوس نفتح هكذا قوس كبير ثم نفتح قوس صغير ونجيد هكذا الاستعمال الألوان مجموع هذا يقرأ مجموع معنى هذه القيمة في هذه زائد هذه في هذه زائد هذه في هذه إلى آخر عنصر ما معنى تصبح لنا هكذا 1 في 4 و نصف زائد ماذا زائد 2 في 4 فاصل 9 ثم زائد ماذا زائد 3 في 5 و نصف زائد 4 في 5 فاصل 2 ثم زائد 5 في 5 فاصل 7 زائد هكذا ودولك يعني الأمر جد بسيط فيه متعة لكن نحذر من الفيسة فقط زائد ماذا زائد 6 في 6 زائد 7 في 6 في 6 فاصل 8 زائد 8 في 7 فاصل 4 هذا ثم نغلق هذا هكذا دقيقوا معي أرجوكم نكمل يعني نقوم بتطويل الخط أكثر حتى تكون مناجد واضحة هكذا مثل ما أريكم ناقص نأتي الآن لنضع ناقص إذن ركزوا هذه الواحد على ثمانية تضربوا في هذا المجموع ثم ناقص XE في YE XE YE ها هم أمامكم انظروا ها هم XE و YE عفوا XBAR و YB أعتذر XBAR و YB هذا يمثل XBAR وهذا يمثل YB فتصبحنا في 4 و نصف مضروبة في 5.75 هكذا الآن نأتي بعدها إلى المقام بنفس الشيء فلنتابع إذن فيما يخص المقام كذلك انظروا هنا ماذا تقول قاعدة تقول يساوينا 1 على 8 في مجموع من E يساوينا 1 إلى غاية 8 معنا هذه القيم لمجموع في XE يعني هذه تعتبر XE هذه XE هذه XE كلهم XE إلى غاية هنا XE ناقص XBAR ناقص هذه القيمة اللي هي 4.5 إذن فتصبح لنا هكذا الكل لا ننسى التربيع فتصبح لنا ماذا تصبح لنا هكذا 1 ناقص انظروا جيدا ناقص 4.5 الكل مربع زائد ولكن لا ننسى أنه هنا عندنا 1 على 8 يقول أحدكم أين 1 على 8 ها هي 1 على 8 إذن هنا نضع 1 على 8 ونفتح كذا حتى تكون أمورنا جد واضح زائد 2 ناقص 4.5 الكل مربع زائد 3 ناقص 4.5 الكل مربع زائد 4 ناقص 4.5 الكل مربع زائد لاحظوا جيدا 5 ناقص 4.5 الكل مربع زائد 6 ناقص 4.5 الكل مربع زائد سبعة ناقص أربعة ونصف الكل مربع ثم نأتي إلى آخرهم لهي كذلك زائد ثمانية ناقص أربعة ونصف الكل مربع ونغلق القوس هنا بالأحمر يقول أحدكم ماذا تفعل يا أستاذ ها هو القانون تقول القاعدة هو أنه هذا ناقص أربعة ونصف الكل مربع زائد نكملها كليا هذه ليس الـ X كل X ناقص هذا X بار لكل مربع مجموعهم إلى آخر مضروبة في 1 على ثمانية لهو عد هذه العناصر الآن بعدما قمنا بهذه الأمر نكون حذرين فيما يخص الألة الحاسبة فتصبح لنا تصبح تساوي لنا بالآلة الحاسبة ثم نعطيها التدوير إذن ماذا نجدها بالآلة الحاسبة يعني نجد صفر فاصل ثلاثة سبعة ثمانية خمسة هذا هو العدد الذي وجدناه الآن نأتي بالتدوير إلى عشر قوى ناقص اثنان عشر قوى ناقص اثنان تقول القاعدة متابعوا معي عشر ناقص اثنان معناه عددين وراء الفاصلة أول شيء الذي يقرب لنا هو العدد الذي يحمل رقم ثلاثة في المرتبة الثالثة بعد الفاصلة معناه هذا هذا يحتمل المرتبة الأولى الثانية هذا الذي عليكم بالرغم هو يقول عشر قوى ناقص اثنان لكن أنتم أهتموا بالذي يحمل عشر قوى ناقص ثلاثة هذا بما أن هذه الثمانية هي أكبر أو تساوي لنا خمسة فالتقريب يصبح يساوي لنا صيفر فاصل هذا بما أنه أكبر هذا الثمانية فقوموا بتصعيد هذا العدد إلى الجهة الأخرى اللي هو السبعة تصبح لنا صيفر فاصل ثمانية وثلاثون عيد هذا الثمانية اللي هو يحمل المرتبة عشر قوى ناقص ثلاثة إذا وجدتموه أكبر من الخمسة دائما المرجع على الأصل هو الخمسة إذا وجدتموه فاذهبوا إلى العدد الذي فيه في مرتبة عشر قوى ناقص اثنان قوموا بتسعيده إلى العدد الذي بعده هو الثمانية يقول أحدكم وإذا كانت هنا خمسة نقوم بإسعاده لو كانت أربعة لا نقوم بإسعاده نتركه صيفر فاصل سبعة وثلاثون هذا هي ما معناه كلمة المدور إذن تصبح لنا آ كم هي صيفر فاصل ثمانية وثلاثون التي أعطيت لنا ها هي أمامكم بعدما وجدنا قيمة الآ نأتي الآن إلى قيمة البي في البي عندنا كذلك عندنا جي أولا تنتمي إلى هذا المستقيم إذا سميناها دي والجي قلنا ها هم إحداثيها فهذا ماذا يعني؟ نحن أن نعلم أن المستقيم نكتبه إيغ لك يسوينا آ إكس زائد بي معناه إذا كانت جي تنتمي فتصبح لنا إيغ لك بار تسوينا آ في إكس بار زائد بي لأن هذا يمثل آ إكس بار وهذا يمثل إيغ لك بار نقطة تنتمي إلى المستقيم هذا هو تحقيق ماذا؟ فماذا يمكن أن نقل عن بي؟ فيصبح لنا بي يصبح يسوينا إيغ لك بار ناقص وهذا ننقله إلى هذا الطرف ناقص آ في إكس بار فتصبح لنا بي تسوينا الإيغ لك بار وهي خمسة فاصل خمسة وسبعون ناقص الآ لهو سيفر فاصل ثمانية وثلاثون في ماذا؟ في إكس بار لهو أربعة ونصفة بعدما نقوم بحساب البي هذا نجده أربعة فاصل سفر أربعة بالتدوير إلى عشر قوة ناقص اثنان بما أن هنا ماذا عندنا في الأصل هو سيفر أو أي عدد المهم سيفر مثلا هنا سيفر السيفر ما زال أصغر من خمسة فيبقى أن تدوير هذا يعطينا أربعة مباشرة ها هو أماكم لاحظتم؟ هذه هي قيمة البي معناه هنا لو وضع لنا أربعة فاصل سيفر أربعة لو وضعناها لكن هو بما أن يريد التقريبات يعني التدويرات فدورنا هذه القيمة إلى الوحدة الوحدة هنا تعطينا أربعة فقط أبنائي ومنه ماذا يصبح يصبح لنا المستقيم معادلته إيجريك يصبح لنا 0.38x لأن الآ هذا هو 0.38 زائد البل هو أربعة فقط ومنه ماذا يمكن أن نقول نعود الآن إلى أصل المطلوب نقول ومنه معادلة مستقيم الانحدار هي ماذا هي إيجريك يصبح لنا 0.38x زائد أربعة يمكن الآن أن نقوم بإنشائه إذا جئنا إليه ها هو ونقوم بإنشائه يعين مستقيم بنقطتين إذا قلنا هنا x وهنا y أولا النقطة الأولى هي النقطة g التي إحداثيها أربعة ونصف وماذا وخمسة فاصل خمسة وسبع لأن مستقيم الانحدار يشمل النقطة g هذا لا جدل فيه يبقى لنا النقطة الأخرى إذا أعطينا لx هنا صفر كم تصبح لنا إيجريك انظروا تصبح لنا أربعة إذن تصبح لنا أربعة فتصبح لنا النقطة الأولى المعروفة إنها النقطة g والنقطة الثانية هي صفر مع أربعة صفر مع أربعة هي هذه كما أشير ونأتي الآن ونقوم بالربط ما بين النقطتين هكذا أبنائي لاحظ ويمكن الآن أن يعني هذا تعديل يجوز تعديل هذه السحابة بمستقيم الانحدار للمربعات الدنيا فيه مرات يقول هل يمكن أن تعدل هذه السحابة بمستقيم الانحدار وتكون السحابة مثلا نقاطها هكذا هنا لا يمكن لماذا؟ لأن لو نلاحظ جيدا هذا المستقيم بعدما تم فيه نقط في الأسفل وفيه نقط هنا معناه لو نضع مستقيم هكذا يتركهم ظوق وهذا يتركهم هذه تعدل بالدالة ما نسميه بالدالة مربع لأن الدالة مربع هو الذي منحناها يكون هكذا لحظتم؟ إذا جاءنا مثلا نقطة جاءتنا هكذا تعدل بالدالة المقلوب حتى نفهم هذه الأمور ونوضحها جيدا لكن الأكثر شيوع عن في الباكالويت هو هذا مستقيم بالتعديل بالمستقيم وهو مستقيم الانحدار وإذا يمكن هنا أن نسميه المستقيم D الذي يكتب من الشكل AX زائد B فقط بعدما أنهينا مع هذا نأتي الآن إلى السؤال الأخير قال باستعمال تعديل الخطي السابق عين عدد زوار هذا الحمام في سنة 2010 إذن نكتب هنا عنوان تعيين عدد زوار ماذا؟ هذا الحمام عفوا هذا الحمام في سنة كم؟ 2010 إذن نتابع جيدا كيفية الإجابة على هذا السؤال إذن نلاحظ جيدا كيفية تتم ذلك لو نأتي الآن يا أبناء إلى الجدول هذا الذي أريكم هنا إياه الذي أعطيه لنا لو نلاحظ جيدا أولا عندنا المستقيم ها هو لكن هنا قبل X ماذا يمثل؟ هل نعوذ ب2010 هنا؟ لا لاحظوا الـ X ماذا يمثل X هو رتبة السنة ليس السنة يا أبناء هنا إحذروا أرجوكم لا تعوذوا هنا ب2010 بل عوذوا برتبة 2010 رتبة 2010 انتابعوا جيدا إذا كان هذا يمثل الحد الأول مثله مثلا متتالية مثلا إذا كان هذا إذا هو إيلي قنع 2000 فعندنا إيلي الذي هو يريده هو إيلي لـ 2010 كم يوجد لنا من حد يعني ما بين 2000 و2010 درستم في المتتالية الدليل الكبير اللي هو 2010 ناقص الدليل السغير وتضيحنا واحد دائما هذا 2010 ناقص 2000 هو عشر زائد واحد هو 11 إذا ونحن قلنا رتبة رتبة سنة رتبة سنة لـ 2010 هي 11 إذا هذا حتى تفهموه جيدا إذا تصبح لنا نقول رتبة سنة أولا نبحث رتبة رتبة سنة كم سنة 2010 هي كيف نحسبها نحسبها بهذه أولا سنة التي أعطيت لنا اللي هي 2010 ناقص الرط أول رتبة اللي هي أول سنة للرتبة أول سنة اللي هي 2000 زائد واحد تساوينا 10 زائد واحد اللي هي 11 ويمكن مثلا أن أعطيكم طريقة أخرى مثلا تلاحظوا في الجدول إذا كانت 2000 مرتبتها واحد 2007 كم 8 إذن 2008 كم تصبح 9 2009 كم تصبح 10 2010 كم تصبح 11 أوزنوها بأعينكم فقط إذا كانت 2007 انظروا لاحظوا وانتابعوا 2007 8 2006 7 2010 كم تصبح 11 2012 2012 كم تصبح لاحظوا ركزوا جيدا واسمعوا جيدا 2006 هي رتبة السابعة 2007 هي رتبة الثامنة 2010 تكون رتبة 11 لاحظتم إذا جئنا 2012 الرتبة 13 يعني دائما الرتبة أصبحت تزيد عن السنة بمرة لاحظوا جيدا لاحظوا 7 هنا 6 2005 الرتبة 6 إذا لاحظتم أو نجدها بالحالة العامة والأبسط في كل الحالات اللي هي السنة الكبيرة ناقص السنة الصغيرة اللي هي بداية الإحصاء ونضف دائما واحد تعطينا السنة هذا ماذا يمثل؟ هذا هو الذي يمثل لنا X معناها نأتي بهذه القيمة ونعوذها هنا فتصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا Y يساوينا 0.38 قلنا 0.38 في كم؟ في 11 زائد 4 فتصبح لنا Y يساوينا كم؟ يساوينا 8.18 أعتذر 0.18 ألف زائر ما معنى؟ معنى هنا لو نحولها نقول عدد الزوار عفوا نكتب إذن عدد الزوار سنة 2010 هو بما أن هنا هذه قلنا دائما الإحصاء بالألف فتصبح لنا هي 8 ويأخذ 8 سفر معنى نزيح الفاصلة هنا بثلاث درجات فتصبح لنا 8180 ماذا زائر أما إذا وضعنا الفاصلة فتقرأ 8.18 ألف زائر ألف زائر يعني الوحدة هنا تصبح ألف زائر لكن هنا إذا قمنا بإزاحة الفاصلة بثلاث درجات نحو الجهة هكذا الجهة اليمنى فتصبح لنا كم؟ تصبح لنا 8180 زائر لهو 8000 قلت 8180 زائر وهذه كذلك نفس الشيء يعني هذه معتودة بالألف كلمة ألف ولنزعنا كلمة ألف ووضعناها كأعداد كاملة فقط أبنائه وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم نتسلسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على روح أمي الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته